تفضلي دكتورة ساوسا دكتور نزار تمان تفضلي عافي قلبك دكتورة تفضلي ممكن انه المشكلة بالعصب ممتاز جدا المشكلة بالعصاب الموجودة في المعدي تفضل دكتور نزار خزل المعدي هو حالي لا تستطيع فيها المعدي تفريغ نفسها من الطعام بطريقة عادية ممكن يكون سبب تلف العصب المبهم الذي ينظم حركة الجهاز الأطني ممتاز جدا فعلا هي المعلومة بالضبط وحارفها اللي كنت أحكاها نفسي حكاها دكتورة ساوسا وحكاها دكتور نزار أن خزلان المعدي بالعادة المعدي يصعب عليها تفريغ ما بداخلها فعشان المعدي إيش السبب اللي بيخليها تصعب إنها تفريغي بداخلها بيكون في ثلاث بنوع من الأعصاب معينة وخصوصا العصب اللي اسمه العصب المبهم فشو اللي بصير لما العصب المبهم ما يعطي للجسم إنه يلا بدنا نعمل أو بدنا نطلع اللي فينا شو بيسوي بيسوي شلل للعضلات اللي موجودة في المعدي فنتيجة عدم إنه ما في أمر احنا بنعرف إنه الأعصاب هي اللي بتعطي الأمر من الدماغ للجسم عشان الجسم ينفذ العملية اللي بده ينفذها فإذا ما عجت هذا الأمر من الدماغ لأنه العصب خربان شو بدي يصير عندي زي شلل في الأعضاء فما رح تقدر هاي العضلات تعمل وطلع وتفرغ اللي فيها هذا هو بالضبط مرض خزلان المعدي طيب فأنا كتير منستخدم كتير منستخدم الدم بيرادون كعلاج الأعراض تمام؟ مش علاج أساسي لخزلان المعدي لأنه لا يؤثر على الأعصاب بطريقة أساسية ولكن هو بعالج الأعراض المصاحبة لمرض خزلان المعدي طيب كتير 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 أكتر الأشخاص المصابين بمرض خزلان المعدي مين يعرف مين هم أكتر الأشخاص؟ دكتورة الرضة أوحد يثير ولادين أوكي لا أتوقع دكتورة دوان تربطت بين الارتجاع المريئي وخزلان المعدي ارتجاع مريئي يصاب في الأطفال بشدة بس خزلان المعدي عادة بده شخص كبير كتير بالعمر المصابون بالسكرة دكتورة بالضبط المصابين بالسكري هم أكتر عرضة لأنهم يكون معهم مرض خزلان المعدي أو خزال المعدي لأنه المصابين بالسكري بالعادة بيكون أصلاً الكونتراكشن اللي بتصير في المعدي عندهم قليلة تمام؟ تمام فأنا هيك صار عندي إذا منلخص المعلومات اللي يصيرنا حكينوها من أول المحاضرة إنه دواء الدومبرادون هو دواء يستخدم بشدة لعلاج لأنه بيزيد من حركة وتقلصات الأمعاء والمعدة فبيعالج للنوزيا وبعالج للفومتين كمان حكينا إنه هذا الدواء بخص بالاستخدام للناس اللي بيأخذوا أدوية باركنسون لأنه الأدوية اللي بتنعطة مع باركنسون بتزيد من الفومتين فهو بيخفف من أعراض القي اللي بتصاحب هاي الأدوية وأي دواء تاني غير الأدوية اللي رح أخصهم وأحكيكم إكسبت هذول الأدوية لا تعطوهم مع الدومبرادون هو كمان بقدر أعطيه إذا كان من الصيد إكسبت تبع قي عادي أعطو دنبرادون معه تمام اتفقنا إنه كاتجوريسي للحامل ما رح نعطيه للحامل تمام في إشي أهم وأحلى وأضمن ممكن أعطيه للحامل هنحكي عنه تمام اتفقنا إنه بخصف من الأعراض المصاحبة لمرض خزلان المعدة اللي بيصيب الأشخاص المصابين بالسكري تمام بخصف من أعراض التهاب المعدة والتهاب المعدة شيء كثير مؤلم فهو الدنبرادون عادة لما يصير حدا عنده التهاب في المعدة بيصير عنده استفراق تلقائيا لأنه الجسم عم بيحاول يعطي أي ردة فعل إنه فيه هنا مشكلة فردة الفعل هاي بتكون عن طريق الاستفراق فبالإضافة للعلاجات الأخرى اللي حعطيها مع التهاب المعدة هنعطي الدنبرادون طيب شو كمان هستخدم الدنبرادون بدي أسألكم سؤال الدنبرادون بيستخدم للقلون العصبي يمكن ما ندر من الصياد اللي يعرفوا إن الدنبرادون ممكن أستخدمه لبشل علاج القلون العصبي لتخفيف الأعراض التي تصاحب القلون العصبي طيب شو هي الجرعة اللي ممكن أستخدمها خصيصا للقلون العصبي وحتى يخفف من الأعراض التي تصاحب القلون العصبي يعني في جرعة معينة بستخدمها خصيصا للأشخاص اللي بيكون عندهم قلون وبدنا نخفف الأعراض المصاحبة للقلون فبستخدم الدنبرادون كمساعد للأدوية الأخرى اللي بتخفف من القلون العصبي تمام الجرعة اللي بدي أعطيها للأشخاص اللي بيكون عندهم قلون عصبي وبدأ أخفف من أعراض القلون العصبي اللي بتكون موجودة عندهم من الدنبرادون هأعطيهم جرعة 20 ميلي جرام ولو أعطيتهم جرعة 10 ميلي جرام برضو هتعطي إفك فمعي من 10 إلى 20 ميلي جرام بالكتير أكتر شي أربع مرات باليوم خلينا نحاول ما نتعدى لأربع مرات هسا لو أعطينا العلاج 10 ميلي جرام أو 20 ميلي جرام 3 مرات باليوم بيكون ممتاز بس إذا ما أعطى وما جاوب مع المريض بإمكاني إني أزيد لأربع مرات باليوم فأكتر جرعة بقدر أعطي إياها أربع مرات باليوم خلونا نحاول ما نتعدى أربع مرات باليوم من 10 إلى 20 ميلي جرام من هذا الدواء طيب كيف أعطي الدواء الدومبرادون خصيصا للأشخاص اللي عندهم قولون عشان يعالج الأعراض المصاحبة للقولون في العادة الدومبرادون بعطيه قبل الأكل ب30 دقيقة ولكن الأشخاص اللي عندهم قولون الأفضل إني أعطيهم إياها قبل الأكل ب15 دقيقة عشان يعطي إفكت أكبر ويعطيني مفعول ويكون إله بوار أعلى بالجسم فبحاول بالعادة أعطيه قبل 15 دقيقة من الطعام طيب لحدثي الآن الأمور واضحة عن الدومبرادون في حدا عنده أي سؤال شكرا دكتورة سارا في حدا عنده أي سؤال طبعا أكيد تفضل لدكتورة الدكتورة حكينا إحنا الخزلان المعدة بطيب أكثر إشي الناس لديهم سكري صحيح فأنا سألتك ماذا دورة الأنس بيضتك عن رس ودار أنه بيعطوه بحالة أنه المريض السكري اللي عنده مثل هاي فأنا ممكن كمان يساعد غير الدواء هذا والله دكتور سوسان أنا ديرت عن المعلوم من هذه كثير بس لم أرى أحد يستخدم المرض الحيوية لعلاجات المرض محمد الالتهاب أو لعلاجات مرض السكري أتوقع لعلاج مرض السكري لا أحد يستخدمها حتى الأدوية التي عالش فيها التهاب المعدة بدي أكون كثير دقيقة في غلاج التهاب المعدة وإختيار الدواء لأنه حسب شدة الالتهاب يعني ممكن نستخدم الأدوية التي تحدثت عنها بس شدة الالتهاب تفرج معي كثير لأنه في أدوية مضادات حيوية تأثر على المعدة وفي أدوية مضادات حيوية ما تمتص بالمعدة فما سأستفيد منها للمعدة أنا دورت عن المعلوم للأمانة بس ما تمام دكتورة سوسن يعني هناك يقولون أنه آه لكن لم أرى شيء على الكتاب يقولون لا مستحيل هذا فأنا لدي مصدر موفق للمعلومة لن أعطيهم إياها تمام دكتورة سوسن حبيبتي دكتورة سواء لي همي تمام على هيته صار عندي أبرز استخدامات الدومبيريدون هم مريض قولان مريض قولان هأعطي الدومبيريدون مع أدوية القولان هو كتير بخفف كتير كتير بعطيها 10 إلى 20 ميلي جرام قبل الأكل ب15 دقيقة معي لحد أربع مريات في اليوم تمام شو كمان ممكن أستخدمها للأشخاص اللي باخدوا أدوية باركنسون أدوية باركنسون كتير بتعمل تقيق ممكن أستخدم لهم إياها طيب شو بي الأشياء الممنوع أستخدم معاها الدومبيريدون الأشياء اللي ممنوع أستخدم معاها الدومبيريدون أول إشي حدا عنده ثقوب بالمعدة اللي إحنا نسميها قرحة معدة قرحة المعدة لا يستخدم معاها الدومبيريدون حدا عنده نزيف في الأمعاء ما رح أستخدم للدومبيريدون إذا مرأة عاملة عملية قيصرية لا تكتب لها الدومبيريدون ليش؟ لأنه هاي الأدوية عسا اللي عام لعملية قيصرية بالعادة أنا بحب أركض عليها لأنه كثير مليان بيجينا حالات على الصيدلية منها بالعادة اللي بتكون عام لعملية قيصرية أول إشي إحنا فتحنا سبع طبقات في البطن صار البطن هاش جدا لما أنا أعطي الدون بيرادون هيزيد من الكونتراكشن تبعة المعدة تمام؟ زيادة الكونتراكشن تبعة المعدة هاي حتسبب ألم شديد زدا للمرأة اللي عام لعملية قيصرية أو لأي حدا فاتح بطنه لأي عملية كانت فعشان هيك تجنبوا إعطاء الدون بيرادون لهدول الأشخاص لأنه فعلا الألم مميف عن زد مرات اللي بكونوا فتحين بطنهم أو عاملين عملية قيصرية كحة ما بقدروا يكفر فالدم بيرادون هيزيد من من الكونتراكشن اللي موجود في المعدة والأمعاء فالألم هيكون شديد على الأشخاص اللي عامل عمليات في بطنهم فما رح نعطيهم لأي شخص عامل عملية في بطنهم ما رح نعطيهم للنساء خصيصاً اللي عاملين عمليات قيصرية أي شخص عنده فقوب أو قرحة بالمعدة هاستبعد الدون بيرادون من علاجاتي ما رح أعطيهم للناس اللي باخده الكيتوكونازول لأنه عندنا دراج دراج انترياكشن بين الدون بيرادون والكيتوكونازول ما رح نعطيهم مع بعض ما رح أعطيه لأقل من 12 سنة كتير شفت في الصيدلية ووصفه لأشخاص أقل من 12 سنة دون بيرادون بهدف إنه في منه والله يا دكتوريا ساسبينشن يعني ليش انت ما تصرفي للوظهر طب أوكي يا جماعة في منه ساسبينشن كتير أدوية في منها ساسبينشن بقدر أعطيها للأطفال إيش ما كانت أدرب أطلح يلا أعطي المهم أطلع النير إكسبير اللي عندي لا يا جماعة الدون بيرادون الأقل من 12 سنة لا تعطوه لا تعطوه لا تعطوه كتير بشوف ناس بصرفه متلات للطفل عمره شهرين طب يعني إذا صرفت له متلات وحطيته بدمتك وضميرك إنك تصرف له متلات وممكن إنه يأثر عليه ممكن إنه يسبب ألام بمعدة الطفل حتى لو عنده قيب ممكن يكون القيب من نوع الحليب اللي بيستخدمه هذا الطفل ممكن الحليب لازم أخليله إياه حليب نوع تاني فمش كل إشي عقول بصرف متلات إذا إجاني بوصفة طبية خلص تمام يكون الطبيب عامل فحوصات اللازمة إحنا مش لأنه كصياد لأنه ما منعرف متى نوصفها لأنه في فحوصات إحنا ما منقدر نعملها في فحوصات بدها مكتبر بدها طبيب بدها أجهزة هي مش موجودة عندنا في الصيدلية فبس عشان هيك الأفضل إنه ما نعطيه لأقل من 12 سنة مريض كبد لا تعطوه إلا لما يجيكم فحوصات الكبد لأنه بيأثر على الكبد كثير إجتكم فحوصات الكبد أصرفوا لمريض كبد أمور تمام الإنزيمات عنده في الكبد شغالة وأمورها مينية أصرفوا لأنه بخاف إنه يكون المريض إنزيمات الكبد عنده وش تمام شغالة ويضل يتراطم الدواء في الجسم وتخيلوا دوم بيردون على دوم بيردون على دوم بيردون جرعة 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 ما رح تطلع بر الجسم هنفوت بتكسيتي هنفوت تكونتراكشن للمعدة بالزيادة وحنفوت بمشاكل إحنا بغنى عنها طيب أوكي ما رح نعطيه لمرضة الكبد كمان ما رح أعطيه لأي امرأة عندها سرطان ثدي أو عندها تاريخ مسبق لسرطان الثدي تمام لأنه بيزيد من احتمالية وجود سرطان الثدي في معلومة كتير مهمة أي شخص أي شخص أي شخص أي شخص أكبر من ستين سنة لا تعطوا الأدية لأنه عادة الأكبر من ستين سنة أكيد عندهم مشاكل في القلب تمام فاللي عنده مشاكل في القلب عادة الدم بيردون بيزيد وبيخربط من نبضات القلب يعني أوقات من لجيه يزاد من ضربات القلب أوقات ثانية من لجيه قلل من ضربات القلب بس بمعظم الأحيان هو بيزيد ضربات القلب فحاولوا إذا الشخص أكبر من ستين سنة وعنده مشاكل صحي كتير عنده ضغط باخد أدوية قلب بأخذ أدوية الضغات وهاي الأمور كلياتها حاولوا أنكم ما تعطوا الدم بيرادون طيب المصاصدنا محمد ما رح أعطيه للمرضى السكري لأنه يحتوي على اللاكتوز الدم بيرادون ما بعطيه للمرضى السكري بكاتل إطلاقا لأنه يحتوي على الدم بيرادون بس الأشخاص عشان ما يصير خربط بالمعلومات الأشخاص اللي صار عندهم خزالان في المعدة نتيجة السكري بقدر أعطيهم الدم بيرادون بس أنه أنا أعطيه للمريض سكري للسات وهو حاليا مريض سكري ومشو مسيطرين على الوضع والسكري برتفع عنده كتير أو بيزل عنده كتير ما رح أعطيه ما رح أعطيه مع الإريثرومايسين الإريثرومايسين ما بعطي معه الدم بيرادون تمام كمان ما رح أعطيه مع أي أدوية فيروسية ما رح أعطيه مع أدوية منسميها بالصيدلية منسميها أدوية تنشيف الحليل أو هي اللي هي أدوية الله مصالح سيدنا محمد منسميها مضادات البرولاكتين ممنوع استخدم الدن بلدون مع مضادات البرولاكتين النساء اللي عندهم ارتفاع بالبرولاكتين ممنوع أعطيهم إياه ماذا نحكي لي شو هو البرولاكتين ويعني ماذا بالصيدلية أبرز استخدامك البرولاكتين ماذا هم مضادات البرولاكتين كيف ممكن يصير معحدة ببرولاكتين كيف في العادة تنوصف أدوية مضادات البرولاكتين أو منسميها بالصيدلية حبة تنشيط الحليب تمام بصحابة أقول 12 ساعة لمدة يومين ايش هم اللي هو الكبر قولي طيب بكتور هسا مضادات البرولاكتين لكل الناس تنوصف بنفس الجرعة لكل النساء يعني دائما هنعطيها لكل النساء بالجرعة اللي انت حكيت عنها يوم بعد يوم أو كيف لا 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 طبعا لا بصحابة 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 على الضبط لأنه وممنوع توقف بدون استشارة طبيب يعني الزرعة اللي بحكي لها عنها الطبيب تخذها ضبطيا لأنه بتأثر على غدد معينة هي اللي بتعطي أمر بإفراز البرولاكتين تمام؟ من أبرز المساوة لزيادة البرولاكتين في جزء المرأة هو أنه ممكن يأثر على الخلفة ممكن أن يخليها يصير يعني عدم سهولة في الحمل كثير كثير نساء بيجوا على الصيدلية بيكونوا بدهم إبر حبوب تنشيط الحليب سوري هاي اللي حبوب تبعي تنشيط الحليب بهدف أنه بدأت تنشيط الحليب عشان تقدر تجيب بابي جديد تمام؟ لأنه مرات نسبة وجود أو وجود نسبة الحليب لكميات كبيرة في الجسم والغد بتفرزهم وما في أمر بيجي من الجسم بيوقف إفراز هاي البرولاكتين بيؤدي إلى حدوث عقم لأنه إفراز البرولاكتين برطبط مع الـ SHF وهاي الأمور طلياتها فبالتالي بيصير قربطة يعني بالهرمونات فما بتقدر تحمل المرأة فعشان هيك بالعادة ما باعطي الدومبرادون لأي مرأة عندها زيادة في البرولاكتين أو بتأخذ مضادات البرولاكتين اللي هو إبر تنشيط الحليب يا مالي على إبارة حبوب تنشيط الحليب يا جماعة تمام الحديث الآن حدا عنده سؤال لأنه ظل نحكي عن الجرعات إذا حدا عنده أي سؤال الدومبرايد هو بيشتغل أكسل كابرغولين أنا باعرف صح؟ أو لا؟ مش فاهم دكتور يعني الدومبرايد هو إلو أفلي بيليوز إنه هو مثلا بزيد من إضرار الحليب يعني هو بيشتغل أكسل كابرغولين صح هيك الكرام صح مية بالمية الدومبرايدون بيعمل على زيادة إفراز الحليب فأنا لما أجي أعطي مضادات البرولاكتين شو بديو يسير؟ بديو يسير هذا يشتغل إنه يوقف في الحليب والدومبرايدون بديو يزيد من إفراز الحليب بتصير مشكلة بناتهم بالجسم بس منفوت بنوع من أنواع التكسيستي صح مية بالمية الكلام ما عليه ولا غلاص هو فعلا الدومبرايدون يزيد من إفراز الحليب وحتى النساء اللي عندهم زيادة في إفراز الحليب بس ما وبأخذوا علاجات المضادات البرولاكتين ما بصير أعطي مية يعني ما بصير أستخدمه كعلاج لمرأة عندها الحليب خفيف يعني في مرات ناس إنه بقول لك خلاص طالما هو بزيد من إفراز الحليب خليني أعطيه لمرأة عندها الحليب خفيف لأ في كتير أدوية بالصيدلية أأمن بمليون مرة من دومبرايدون هو آمن أوكي بس في كتير أأمن وفي كتير أصح أني أستخدمهم لزيادة إفراز الفرولاكتين ولكن هو صح يزيد من إفراز الفرولاكتين وبيعمل عكس عمل تماما الأدوية أو الحبوب اللي بتنشف الحليب في حد أضل عنده أي سؤال؟ يعني ممكن أعطيه للمرضعة؟ تمام هو بالنسبة للمرضعة دكتوريا سوسان يعتبر كاتيجوري سي وحتى للحامل كاتيجوري سي يعني بزبط أعطيه للمرضعة بس إذا كانت الحاجة تفوق الضرر يعني الأفضل إنه أنا ما أصرف لمرضعة كأنه الفيرت شويز إلي لزيادة إفراز الحليب لأنه في عنا مكونات بالصيدلية بيكون فيها الحلبة بيكون زي ستليمنت أو فيتامين ممكن يساعدوها أكتر في إدرال الحليب وبنفس الوقت أقل صايد إفت ولكن هو يزيد من إدرال الحليب؟ آه يزيد من إدرال الحليب بس كعلاج أساسي لأنه أعطيها هي الدومبيردون يزيد من إدرال الحليب وهي بترضع تفاق الأفضل له تمام؟ إذا نحكي عن جرعة الدومبيردون جرعة الدومبيردون الأفضل إنه أعطي يعني جرعة عادية لشخص عنده زيادة أو اضطراب في حركة الأمعاء بعطيه 10 ميلي جرام 3 مرات باليوم والأفضل أعطيها قبل الأكل بـ 30 دقيقة طيب أما بالنسبة للأشخاص اللي بيكون عندهم غثيان وهو كبير بالد تمام أكبر من 18 سنة طيب أعطيهم 20 ميلي جرام 3 مرات باليوم حسا أوكي بدي أحكي لكم سير بس هذا بأنه ما رح نستخدم كثير مع كل المرضى بقدر أعطي لحد 3 مرات سوري لحد 4 مرات باليوم بس الأفضل تضلكم بالـ safe side وتعطوا 3 مرات بس لو أعطتوا 4 مرات أنتوا ما بتضروا المرضى يعني في حال ما أعطتنا شتيجة 3 مرات بإمكانكم تزيدوها لـ 4 مرات ما في أي ضغط تمام وجرعة الغثيان بتكون 20 ميلي جرام بينما جرعة القلون العصبي بقدر أعطي من 10 إلى 20 ميلي جرام يعني بقدر أنوع بالجرعة 10 أو 20 أما بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في حركة الجهاز الهضمي فبعطيهم جرعة 10 ميلي جرام 3 مرات باليوم طيب والأطفال اللي بيكون عمرهم أكتر من 12 سنة بين 12 و 18 مين بيعرف شو الجرعة اللي بنا أعطيها إياهم والله سهل كثير بكل المقابلات اللي نقدر نجاوبهم أي إشي بتكون في مع الأطفال بالمقابل ربع الوزن ربع الوزن ثلاث مرات باليوم ربع الوزن آه ثلاث مرات باليوم اللي هو السيرة بشتراب صح فيه منه ساسبنشن مش سيرب ما بيأتي منه سيرب هو بيأتي بالأغلب ساسبنشن آآ آآ نفس ساسبنشن نعم آآ آآ تمام شكرا لك بكثير أحمد صح 100% ويعني بحال تهتوا بوزن الطفل بإمكانكم طاعته 5 ميلي جرام 3 مرات باليوم من الدوم بيرادون تمام إذا حدا عنده أي سؤال لأنه بدي أروح أفتح لكم على صور البداعي التجارية بإمكانكم أنكوا تسألوا الآن أفضل دكتور عبدالله ودكتور أحمد كمان أنا مش منتبهى إذا حدا عنده أي سؤال بإمكانه أن يسأل هي سمحت للجميع أنه يحكي آآ دكتور أنت حكايت أنه ممكن نعطي مثلا آآ عشرة ميلي جرام أو عشرين ميلي جرام صح؟ آآ ثلاث مرات باليوم عافوا دكتور الصوت بشو عمي آآ حكايت أن نقدر نعطي عشرين ميلي جرام ثلاث مرات باليوم نعم عشرين ميلي جرام ثلاث مرات باليوم نقدر يعني هيك حتين يعني ثلاث مرات باليوم صح؟ لأنه وجرته عافوا بتيتش في منه عشرين في منه عشرين لا ما في منه عشرين ما أطلق أعطي منه عشرين وبس في منه عشرة فم نعطيه حتين آآ ما في منه عشرين لا أنا ما شوف طراحة ما بذكر أنك ترسدها لي عشرين يعني كانت ثلاث مرات باليوم آآ حتين ثلاث مرات باليوم ممكن آآ والعشرين ميلي جرام نعطيهم برضو ثلاث مرات باليوم يعني بعتمد الموضوع على شدة الألم اللي موجود في المعدة على شدة الغثيان على شدة مثلا القلون العصبي على شدة صعوبة حركة الأمعاء وعدم انتظامها فكل ما زادت شدة الإشي هأطر أعطي عدد مرات أكثر ومعي لحد أربع مرات تمام؟ بس أنه الأفضل أنه نعطي ثلاث مرات باليوم عشرة ميلي جرام بس إذا كانت شديدة كثير حأخلي حبتين زي ما انت حكيت آآ ثلاث مرات باليوم في حدا عنده أي سؤال قبل مريوح للبدائل التجارية؟ تمام البدائل التجارية خفيفة ووطيفة جدا من الدوم بيردون وأغلبكم شبتوهم بالصيدلية على قد ما أدوية المعدة فيها كاسز وحالات كثيرة وأدوية الجهاز الهومي بشكل عام على قد ما هي خفيفة على القلب بطريقة ليس طبيعية وسهلة الحفظ ومرينة ويعني أسماءهم بتشبه بعض كثير فأول واحد بدنا نبلش فيه هو الموتيليوم الموتيليوم موجود منه تابلت وموجود منه ساسبنشن وهو لشركة تليغراف هاي طبعا الموتيليوم عادة الموتيليوم زرعته لما يكون تابلت عشرة ميلي جرام وجرعته لما يكون ساسبنشن ون ميلي جرام لكل واحد ميل موجود في العلبة تمام؟ وهو أيضا لتليغراف فالموتيليوم أول إشي على الدوم بيردون وهو لشركة تليغراف في عنا كمان البروتينين لشركة سختيان في منه ساسبنشن وفي منه تابلت التابلت منه عشرة ميلي جرام والساسبنشن منه بيجي ون ميلي جرام لكل واحد ميل يعني كل واحد ميل فيهم ون ميلي جرام من الدوم بيردون طيب شو في عنا كمان أشهر واحد هو الموتيليت كتير بينصرف موتيليت عالطالعة والنازمة وخصوصا بالفترة اللي إحنا فيها في فيروس صعيب الأطفال إنه الأطفال بيجو على الصيداليين بيستفرغوا بعد ما صار محهم إسهال بيومين أو بيستفرغوا وبصير محهم إسهال أثناء الاستفراغ وهذا نتيجة انتشار فيروس معين موجود في الجو بإمكاننا أن نستخدم لهم موتيليت معني دازول تمام إذا كانوا بيستفرغوا كتير بإمكاننا أن نستخدم موتيليت واني دازول الناس كلها بتفكروا بس دواء إسهال وإنما هو معقم ومطهر للأمعاء فبقدر أستخدمه كمان مع الاستفراغ بيعطي نتيجة كتير رائعة خصوصا إذا الأطفال في فترة مرت بالعقبة أنواع سمك معينة كان موجود فيهم نسبة الرصاص أعلى بكتير فأدت إلى وجود مشاكل في الجهاز الهضمي في ناصبتهم حساسية من الموضوع فحسب كل جسم شو ما بيتعامل معاه حنعالجه فبقدر أستخدم الموتيليت مع ني دازول أو الفلايجيل اللي هو الفلايجيل بطريقة كتير ممتازة ممكن أنهم يعالجوا الاستفراغ والقيء والغثيان مع بعض وخصوصا إذا كانوا صاحبه إسهال هذه الفترة كتير حتيجيكم حالات الصيدلية من هذن النوع لأنه منتشرة بطريقة مش طبيعية الموتيليت للرام وكتير رخيص فعشان هيك هو متداول بين الناس بكثرة وفي منه تابلت جرعته عشرة ميلي جرام وفي منه سسبنشن، مه Perché يمكن أن نفعها من حكابه طيب في عندي دوا اسمه الدومبيرادون دائما دائما أو الدومبيرادون برعي اللي هو لشركة دار الدواء دائماً شركة دار الدواء بيكون أسماءها بتشبه الأدوية فبتسهل علينا كثير في منه تابلت وفي منه سسبنشن وفي نفس الجرعة عشرة ميلي جرام تابلت ومن ميلي جرام لكل 5 ميل لما يكون سسبنشن في عنا الكوس اللي خليني أشوفي لكم يا بس أول إشخيني أورجيكم طبع شركة دار الدواء هي طبع شركة دار الدواء عادةً بيجي فيهم 30 حبة هم الأدوية هاي بعدين نحكي عن شركة الهلال في عندها الكوس موجود بجرعة 10 ميلي جرام ويعتبر كاتيجوري سي للحامل زي ما حكينا هذ كما مرة الموتيليوم وهذ الموتيليوم هاي كيكون حكينا كل البدائل في بديل تمام أنا ما حطرته بالصور بس المفروض إنكم تكونوا عارفينه هو جديد نازل أو مش جديد يعني من 3-4 سنين نازل هو لشركة السلام مين بيعرف شو الاسم التجاري من الدوم بيردون لشركة السلام اسمه يعني كتير بسيط هو الوحيد فيهم اللي بس في منه تابلت هو والكوس في برامبيران دكتورا عفوا دكتور نزار في برامبيران لشركة الرام كان يجي هذا أجنبي صراحة ولا مرة أسمعت عنه إيش اسمه دكتور برامبيران خلو برامبيران تمام وفي كمان عندنا لشركة السلام في حدا بيعرف شو الاسم التجاري للدوم بيردون لشركة السلام تمام اسمه بيردون وبس موجود منه تابلت جرعته عشرة ملي جرام وهو لشركة السلام أو نسميها جي بي أم طيب في حدا عنده سؤال لأنه هنروح لإسم علمي جديد فقبل ما نروح لإسم العلمي الجديد بحب أتأكد إذا في حدا عنده سؤال بإمكانه أنه يسأل طيب يا جماعة بدي أحكي لكم قبل ما نبلش بالإسم العلمي الجديد أنه والله للأمانة ما حدا ما حدا عمل شير لصفحتنا على اليوتيوب ولا حدا عمل شير لقناتنا على الإنستجرام الوضع جدا هادي عنا على اليوتيوب على الإنستجرام وعا تليجرام فبدي إياكم ما تنسوا تعملوا النشير على الستوري تاعتكم أنتم تشربوا في جاي القهوة تحكوا للصيادة الثانين منهم كيتس فارماسي عن الدورات اللي منعطيها كل الخير يعم إن شاء الله وأجرنا كل ياتنا يزير وإن شاء الله يكون علم ينتفع به الجميع وتأخذوا جميعا عليه أجر لما تنشروا فبدي إياكم ما تنسوا أنكم تنشر صفحة كيتس فارماسي على الإنستجرام أو حتى على اليوتيوب على القناة عشان الجميع يقدر يوصل لمعلومة صحيحة إن شاء الله تمام رح نحكي عن دواء تاني لنستخدم الموبيل اللي فومتينج وهو دواء يعني جدا رائع يعني تخيلوا أول دواء حنحكي عنه من أول ما بلشنا دورات كاتيجوري إيه للحامل يعني أعطوه براحتكم للحامل شوفوا هسا فيه عنا إشي اسمه الميكالازون أو البريدوكسين تمام البريدوكسين هسا وفيه اللي هو الفيتامين بي 6 أنا بحب دائما أسميه بالفيتامين بي 6 أهمية الفيتامين بي 6 للحامل جدا رائعة عادة الأدوية اللي بتكون موجودة بتركيبة الميكولوزاين أو كمان البريدوكسين وفيتامين بي 6 بتكون اسم الدواء اللي هو النبودوكسين تمام والنبودوكسين هو لشركة طنوس بيكون فيه جرعة 25 ميلي جرام من الميكولوزاين وكمان موجود منه 50 ميلي جرام من البيروكسين أو اللي منسميها بيتامين بي 6 تمام وفيه عنا كمان دواء تاني اللي هو البي منور اللي هو البي منور للج بي أم أو السلام هدول الأدوية هدول الدوويين الإبري هاي من مكانها غلط المحرض انها متكون هون بس تمام هدول الدوويين اللي هو دواء البي أم وكمان البي سيكس أو بايتامين بي سيكس لحاله برضو ممتد جدا إنه يعالج الاستفراغ عند الحامل ورائع جدا وهو كاتجوري A للحامل وجدا ممتاز وفي عنا بيكون T6 زي هيك موجود بالصيدلية لحاله نقدر نستخدمه لعلاج البومتينج والنوزيا اللي بيكون موجود في بداية الحمل عادة هاي الفيتامينات بتكون الفيتامينات ذائبة بالمي فالجسم بتخلص منها بسرعة أو ما بتكون بكميات ممتازة في جسمنا خصوصا الحامل بتستهلك أكتر بالعادة من الفيتامينات اللي بتحتاجها فلما نعطيها إياه في بداية الحمل بيكون إشي جدا رائع الحلو فيه إنه هو منقدر ناخده من الأكل فعشانيك أنا بحب الأشياء اللي بتنأخذ من الأماكن الطبيعية أكتر من إنه ناخدها من الأدوية يعني مثلا ممكن ناخد فيتامين بي سيكس من اللحوم ممكن ناخدها من الحبوب الشوفان مليان مليان الشوفان في بي سيكس الموز الموز يحتوي على البي سيكس أفوكادو ممكن الفواكن المجففة وخصوصا مثلا خوط مجفف تين مجفف نلاقي فيهم الفيتامين بي سيكس جدا عالي وممتاز رائع فيهم ممكن نلاقي في السلمون موجود جدا الفيتامين بي سيكس في السلمون موجود بالحمص بس الحمص اللي بيكون مجفف موجود فيه بنسبة أكبر من الحمص العادي موجود كمان بالعدس موجود بالفول موجود بالفصطق الحلبي بالكاشو فيتامين بي سيكس جدا رائع لمرة تانية للحامل لعلاج التقيقات التي تصيب الحمل والحلو فيه أنه بيضبط الأحماض اللي موجودة في المعدة مما يقلل من عملية التقيق الممكن أنها تصاب فيها المرأة طيب مين بيعرفيننا شو هي الجرعة المناسبة أعطيها للحامل من التركيبة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي تركيبة البي سيكس وهي الأمور حبي واحدة مساءا دكتورا تمام جرعة الفومينور أو النافيدوكسين حبي واحدة مساءا تمام صحيح لماذا أكتر مساءا من صباحا لازم نعطيها الفواتيومين بي سيكس الصوت واضح من اللي راه دكتورا واضح واضح دكتورا تمام دكتوري يمكن مساءا لأن إن عشان مادة الميكولوروزين لأنه هي أصل بواتيستامين فلازم تستعمل في المساء ممتاز ممتاز زدا يعني الجواب اللي كنت هحكي رائع وفعلا هو علشان مادة أنه تعتبر من زي أدوية الأنتيستامين بيزيد كعاليتها بالليل أكتر من صباحا بس صراحة أنا بعترض بفكرة أنه نعطيها حبتين هسا الموضوع ما بينحكي حبة وحبتين هي بيعتمد الموضوع على أنا بستخدمي لها فيتومين في سيكس سيك موجود يعني بس هذا العلبة شريطها فيتومين في سيكس ولا بستخدمها مع فيتامينات تاني بيكون نسبة فيتامين في سيكس فيها أقل من باقي الأدوية اللي بتكون جاهزة هسا فيه فرق بين لما أنا أعطي فيتامينات أكتر من فيتامين مع بعض بالدواء مثلا سينتروم تمام بيكون نسبة كل فيتامين أقل من لما أعطيه لا والله علبة فيتامين هاي فيتامين سيكس خد هاي البيتامين أو والله هاي بيتويل خدهم أو وهكذا فباختلف حسب كمية وجرعة الدواء اللي موجودة والفايتامين اللي موجودة في العلبة ولكن إحنا عشان نظنه في السيف سايد تمام رح أحكي لكم إنه منعطيها 1.2 ميلي جرام مرية واحدة يوميا تمام بس إذا كنت عم بتعامل مع أطفال تمام إذا بدي أتعامل مع أطفال هأعطيهم خصوصا أطفال خلينا نحكي من 4 إلى 8 سنوات بدهم يأخذوا فيتامين بي سيكس هأعطيهم 0.6 ميلي جرام من الدواء مرية واحدة باليوم مساء بس إذا بتعامل مع ذكور عمرهم يعني خلينا نحكي أكتر من 18 سنة هأعطيهم 1.3 عادة حاجة الذكور تكون أكتر من حاجة الإناث للفايتامين والسبليمن فعشان هيك ذكور هأعطيهم 1.3 بينما إناث هأعطيهم إناث مش حامل طبعا هأعطيهم 1.2 بس إذا كانت حامل هأفضل أعطيها إياها 1.5 ميلي جرام وهيك بكون أعطيت كل واحد جرعة جرعته اليومية المناسبة من فايتامين بي سيت وإذا ما بدي أغلب حالي بالقصص هاي كل آياتها فأنا بعطيهم إما فيما نور لشركة الجي بي أم أحبة واحدة فقط أو النبودوكسين للحامل جدا رائع العلاج الغثاني عن شركة طنوس أيضا حبة واحدة مساء لكنه مساء كثير ممتاز يزيد فعاليته مساء لا يعني أنه إذا أصبح الصباح سنستفيد لأنه سنستفيد لكن فعاليته مساء يزيد كثير إذا أخذ الناس لم يأخذ فيتامين بي سيكس وكان عندهم نقص في فيتامين بي سيكس ما يمكن أن يحدث معهم؟ ما أبرز الأعراض؟ نحن مثلا نعرف أنه إذا أحد يجي حكا لنا أحسك دوخة فيه سواد تحت العين فيه سواد حوالين العين بنصح أو بنحف زيادة عن اللزوم إذا نعنده مثلا نقص حديد سأضع احتمال طيب إذا كنت أحدث عن شخص عنده نقص فيتامين بي سيكس كيف أريد أن أميز من الأعراض الخارجية أنه عنده نقص فيتامين بي سيكس؟ يمكن أن يكون عنده خدران في الأطراف؟ آم تمام هسا فكرة خدران الأطراف بتكون للبيتولف كلياتهم لنقص بيتولف كامل هنلاحظ أنه المريض عنده مشاكل بالأعصاب خدران في الأطراف وخصوصا الإيدين وكمان خدران في القدمين هاي لما أكون أحكي عن نقص بيتولف كامل كل البيات يعني بس لما أكون أحكي عن نقص بي سيكس في أعراض بتخصه هو بالذات بتميز لي أنه المريض عنده نقص بي سيكس؟ دكتورة الشفايف بالعادة بتكون متقشرة يعني بالشفة نفسها متقشرة أو ناشفة كثير ومكن تكون هذا النقص بي سيكس أنا بعرف أنه زيادة فيولتومين آية ممكن يعمل هاي الحركة؟ دكتورة ممكن ممكن يكون فقر دم أو ضع فقر دم آه صح ممتاز مين حتى فقر دم؟ ممتاز آه ممكن فقر الدم أول علامة من علامات نقص بي سيكس خصوصا عند الأطفال ممتاز إيش كمان؟ ممكن يكون في سكينة الأورضة بسيك الجلد يتحسط أخفار للشمس ممتاز إلتهاب الجلد أي إشي أو أي مشكلة من مشاتير الجلد حتحي هديد أضعاف عن العادة تمام؟ إيش كمان؟ كمان تشققات بجوانب الفم دكتورة عاد تصير؟ والله يا دكتور أنا ما عندي صراحة معلومة مؤكدة عن التشققات اللي بتصير بجانب الفم بس هاي دكتور أحمد حكاها أنه ممكن يصير تشققات بالشفاء وإنتظر أنا صراحة ما عندي معلومة مؤكدة إلا أنه فيتامين A زيادته هو اللي بيعمل هاي المشكلة بس ما بعرف إذا نقص فيتامين T6 حيعمل هاي الشغلة أو لا بإمكانه أنه نكتبها نوتس ونأكد لكم إياها بعد المفادرة إنه تشققات الفم موشن سيكنس موشن سيكنس موشن سيكنس ممكن موشن سيكنس كمان كتير كتير هتأثر على المفاصل هتأثر بما أنه دورتنا على الجهاز الهضمي هتأثر على الجهاز الهضمي بنسبة 95% هيقل عمل الجهاز الهضمي بطريقته الطبيعية فحيصير عنا مثلا أكتر إشي إمساك هللاحظ وجود إمساك هللاحظ الاكتئاب المريض مكتئب دائما لأنه فيتامين T6 يحسن ويزيد من هرمونات السعادة كمان هللاحظ زي ما حكى دكتور أحمد في فقر دم حيكون في عنده فتيك وتعب عام كل هاي الأعراض تندرج تحت الأعراض التي ممكن أنه من خلالها نشخص المريض أنه روح إفحص إذا عندك نقص T6 أو لا تمام هل هناك أي سؤال؟ 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 أذن الوسطى أذن الوسطى؟ هل هناك دكتور أحمد؟ نعم لا، حكيت نعم 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 الأشخاص اللي بيكون عندهم هاي الجدسة الثيميائية أو الكانسر وبيزيد كمان من الدوخة 100% هنستخدمهم بس دكتور ريزار ما فهمت ليش هنستخدمهم بالأذن الوسطى أو لإيش الدوخة الدوخة نتيجة الاتهاب للأذن الوسطى هاي الدوخة الفجائية ممتاز ممكن أستخدمهم نتيجة الدوخة الفجائية للأذن الوسطى صحيح 100% بس هأنتبه لنوع الانتبيوتك اللي حستخدمه للمريض وانه ما يكون إيرثروميسيم لانه فيه تعارض بين هاي الأدوية والإيرثروميسيم بالعادة تمام في حدا حبيب دوت أي معلومة حكيت عن دوار البحر عفوا دكتور دوار البحر كمان آه اللي هو الموشن سيكنيس خكينا اللي هو الأشخاص اللي بيكون عندهم مثلا دوار البحر لما يطلعوا الطيارة بيكونوا بدون يستفرقوا أو بدوفوا أو حتى لما يركبوا مثلا بسخينة أو يشوفوا البحر في ناس لما يشوفوا البحر أو حتى لما يطلعوا على المصاعد اللي موجودة ناس لما يشوفوا المرتفعات بصيبهم دوخة ممكن إنهم يستخدموا لهم تحبة أو تنتين قبل بساعة من التعرض للحدث قبل بساعة لما يسافر قبل ساعة لما يروحها البحر بإمكانه إنه يخدها وإن شاء الله يعني مش حيحس بالموثن سيكنيس اللي بيحس فيه بالعادة تمام تمام حسا رح نحكي على آخر اسم علمي لليوم عارفة أخذت عليكم صارت خمسة خمس دقائق اعذروني إذا حدا عنده مشكلة من وقف بس يعني أنا حابة إنه نخلص يعني قسم قسم تفضلي تفضلي دكتورة شكرا إراج دكتورة نزار كلك زون تمام خلينا على هيك نكمل ونخلصهم عشان لما حدا يحضر الفيديو يحضر الأفكار تكون متكاملة تمام في عندنا تمام آخر تركيبة بتعالج النوزيا والفوميتنج تمام وموجود منها الحلو فيها إنه موجود منها إبر هي الإبر اللي جاي هون مع ليومنور بشعار في ليش بس ماشي موجود منها إبر هاي أحلى إشي فيها تعتبر كاتيجوريبيل الحامل تمام هني بارتكرر هي كاتيجوريبيل الحامل ما في منها إبر وهي هي الميتو كلوبراميد الميتو كلوبراميد هو أدوية بتعالج النوزيا والفوميتنج وكثير تستخدم اكتر اشي تستخدم في المستشفى ونستخدمها في الحالات الشديدة جدا لانه هي الوحيدة فيهم من ادوية النوزة والفوميتنج الموجود منها انجيكشن تمام وفي منها كمان سيرب اشهر دواء موجود بالصيدرية هو الكلوب رام اللي هو لشركة العربية تمام ممكن تلاقوه بالعربية ممكن تلاقوه بالعربية او بمين بالحكمة بالحكمة ممكن تلاقوه بالعربية او ممكن تلاقوه بالحكمة والكلوب رام موجود منه 10 ملي جرام تمام اذا بدأوا استخدموا كتابلت موجود منه 10 ملي جرام من الميتو كلوب رامين طيب كمان موجود منه انجيكشن وهاي التركيبة الوحيدة اللي موجودة انجيكشن لعلاج النوزة والفوميتنج كمان في عنا منه سيرب والمصدر محمد اه طيب شو بدنا نحكي كسا عن جرعته اه متى بنستخدمه وليش بنستخدمه في البداية اول استخدام له وكتير بيستخدموه لحرقة المعدة وعشان نسرع من الشفاء من تقروحات المعدة يعني الاشخاص اللي بيكون عندهم تقروحات المعدة لانهم بيشربوا قهوة سادة زهو سادة بيشربوا قهوة على الصبح الاشخاص اللي بيدخنوا معارضين للاصابة بقرحة المعدة كمان الاشخاص اللي بيشربوا اه تمي او بيوكلوا كميات كبيرة من الشطة والحوامب اه والاشياء اللي بتعمل اريتيشن في المعدة وممكن انها تعمل اه ممكن انها تعمل او نستخدم محمد تقروحات في المعدة فهو علاج ممتاز جدا لتقروحات في المعدة نستخدمه كمان بس كالنوزيا والفوميتان ونستخدمه للارتجاع المريئي اللي رح نحكي عن الفيسس هاي ان شاء الله المرة القادمة حيكون موضوعنا عن الارتجاع المريئي اه كمان نستخدمه اه اذا في المعدة مرات بيكون عندهم بطء بتفريغ الطعام اللي موجود فيها زي ما حكينا الناس اللي بيكون محهم مرض سكري بيكون اكتر عرضة لهالمرض اللي بيكون عندهم بالمعدة بسات بقدر استخدمه مع ادوية السكري وما في مشكلة ان اذا استخدمناه مع ادوية السكري اه وهذا الدواء هو اكتر استخدام للاشخاص اللي بيكونوا بيأخذوا علاج كيميائي يعني اكتر امان للاشخاص اللي بيأخذوا علاج كيميائي اه المشكلة كي عنده مشاكل هو انه من ابرز مشاكله اه ممكن انه يصير في عند الشخص ارتباك يعني الاشخاص اللي بيصير عندهم ارتباك عن المسرح او ارتباك جدا من الناس او تأتأ في كلام الافضل اني ما اعطيهم يا لانه بيزيد من هاي الحالة كمان الاشخاص اللي بيكون عندهم دوقة او بيصيبهم دوقة من اقالي اشي الافضل اني ما اعطي من هاي الترتيبة اللي بيكون عندهم مشاكل في النوم هيزيد من مشاكل النوم اللي عندهم صداع هيزيد الصداع وكتير جدا جدا الأشخاص اللي يكون عندهم نصرف لهم هاي نوع من الأدوية وبنضروا كمان ما رح أعطيه للأشخاص اللي عندهم انسدات في الجهاز الهضمي اللي عندهم نزيف في الجهاز الهضمي طيب بالنسبة للحمل والرضاعة هذو الدواء بس بستخدموا زي ما حكيت لكم إذا الحاجة أكتر من الفائلة هستخدمه والأفضل أنتو لما تعرفوا أنه category B أو category C الأفضل أنه يجيني بوصفة طبية حتى أعطيه للمرضة طيب بالنسبة للجرعة فأنا هأعطي الجرعة حسب الحال المرضية وعادة هذا الدواء مش كتير متوفر بالصيدليات غير موجود منه الكلوبرام عادة بيكون الميزستو الأساسية أنه موجود منه والإنجيكشن بيستخدموها في المستشفى فكلما زادت شدة حالة المريض هستخدم هذا الدواء طيب من يعرف شو دراج دراج انتر اكشن لهذا الدواء مع إيش الأدوية اللي ممنوع أعطيها إياه لما حدا يكون بيتعالج في حدا بيعرف شو هي الأدمي اللي ممنوع أعطيها للمريض مع هاي التركيبة مع أدوية الباركنسون مع إيش أدوية الباركنسون والله يا دكتور إنه صوتك مواضف أبداً أغلبك بس لو الصوت أوضع أدوية الباركنسون أدوية الباركنسون تمام وإش كمان دكتور ممكن أدوية الانتسايكوتك أدوية السرع ممكن يكون بيتعارض معهم صح ممكن يتعارض مع أدوية السرع صحيح وممكن يتعارض مع أدوية الباركنسون وكمان ممنوع أعطيه تخيلوا أنه هذا الدواء ممنوع ينعطيه مع البارستامول قديش البارستامول تافه ومنحكي عادي يلا وصرفوه مع ميما بكم بس هذا الدواء ممنوع أعطيه مع البارستامول مين بيعرف ليش ممنوع أعطيه مع البارستامول انا بعارضك في الفكرة هيدا بكتورة. تفضل بكتورة ليش تعارضني? لان انا بستخدمها مع البرستامول عشان اعالج او اخفف من اعراض المايجرين. والله. اه صارت كثير في النا في الطغارة ونطيطة. حتى كمان من استخدامات الكلوبرام. انه برضه بتنفع لها. ما بعرف رقمها ايش بالتشويس. بس انه بنستخدمها كمان للي عندهم او نسميها الزوزيجة. الزجزج عنها. طيب حقا اعطي الكلوبرام مع يعني البرستامول? بتخفيف اعراض المايجرين. بس مش كالاجك تخفيف اعراضها. طيب وما صار على المرضى. لا. من استخدامهم لاثنين سوا. انه انا بعرف انه وجود البرستامول مع هذا النوع من الادوية بزيد من ترسيب خصوصا اذا كانت التركيبة باخدها انجيكشن. هيزيد من ترسيبها في الجسم. لا ما صار اشي. انا بحكيلك من واقع اللي كنت اشوفه انا. اه فاهمه فاهمه. تستوعب الفكرة. انه يعني انت في مستشفى يعني اذا استخدمتوه على مرضى كبير وما صار سايد افكي. ما بعرف صراحة. بس انا كنت يعني بذكر انه من ابرز المخاطر او داخلات الدوائية لانه انه مع البرستامول ما بينعطا. حتى يعني اكتر من موقع كاتب عن هاي الفكرة. تمام? التابس طب افارماسي كاتب عن الفكرة. فبما انه انتوا جرقتوها على الواقع يعني بكون الدكتور عامل بطريقة معينة. جرعات معينة. مصب معينة. ممكن انه ما يقفر. فرائد عنها في الميديسكاب. اه. تمام. هي انه كاخر علاج. كاخر خيار. اه ممكن استخدمها. اه يعني تحت رعاية طبية اما بش عيننا احنا بالصيدلية نصرفها. لا. عصة بالصيدلية اما تركيب كانيولات ويعطاء ابر عن طريق الوريد ما بزبطش. مخالح. اه. بس انه حتى تركيب التابلت مع البارس التماول بالصيدلية الافضل ما تنعطي. يعني لما انتوا تعطوها بالمستشفى بيكون تحت رعاية طبية وتحت تحوصات له الكبد والكلة. بطريقة مستمرة. اما لو انا اعطيتها تصيدلاني بالصيدلية وانا ما عندي تحوصات لهذا المريض له الكبد والكلة تعونه. انا ما بضمن تؤثرت عليه. اه يمكن حياة المستشفيات. العمياني بعطوه اياها. اه هي. اه فيها غير. طبعا فيها غير. فيها غير لانه الدكتور عندي تحوصات المريض هاد. اه تأكد من انزيمات الكبد شغالة عنده بطريقة ممتازة ولا لا? اتأكد من الفيلة بتصرف الادوية صح ولا لا? اما انا بالصيدلية عم بعت كل اشياء على العمياني. انا معهم هم هشتو في المايغرين. ما كان نجاوب معهم البندرين او الاميغرين. ما كان نجاوب معهم. فكنا نستخدم هاي بطريقة. اللي هو عشان الموضح الصورة. اللي هي عشان الصداع الشقيقة. بالزبط. اه. انه يعني كانوا مستخدمون للشقيقة. والله ممكن. ما بارك. بس. انا انا قرأت في التطبيق هذا الدراجو في جوردان وقرأت عنها في الميديسكان. كانت موجودة. حيضة. يعني انه تأخذ صويز للدكتور ممكن انه يستخدم هاي البرس تمول مع ترتيبة الكلب دام. اه دكتور نزار عندك فكرة حاب تحتيها. عند عطاءة بشكل حقا ممكن تسبب تشنجات واختلاج بالجسم. وخفقان بالقلب. مع البرس تمول او بدون؟ لا. على الكلوبرايند. اه بشكل عام يعني هو كصايد افكت رئيسي لإله لما ينعطى ابر. اه. اه دكتورة عندي سؤال. افضلي دكتورة. حلا قبل شوي حكينا عن موضوع البر بخصوص البولموتينج وكده. بس ما جبنا سيرة الاندة. سيرة الاندة. اندة مستيرون. هي كمان تستخدم للقيق وهي الشغلات. كنت اسألك حتى مرات بعطوها للحوامل لبعد الثلاثة اشهر. اي تنك. شو رأيك في الموضوع? للحوامل بعد الثلاثة اشهر ليش? يعني ما نظر يكون حوامل بعد الثلاثة اشهر يصيبهم قيق. وليش اروح لخيار تاني وانا عندي فيتومين بي 6 بعالج الموضوع صراحة بطريقة كتير ممتازة. ليش اروح لخيار مادة كينيائية تانية. وانا لساكم في عندي اشي اقل سايد افت لحامل. طالما في عندي اشي اقل سايد افت لحامل. فالنو فيتومين بالنسبة لكم. لا تخاطر وتروح للي اعلى للي اعلى. اللي اذا كان مكتوب من طبيبتها اعطيها. هو اه اه تمام دكتورة معاك بس انه كثير في حالات كانوا يجعلوا الصيدرية انهم بدهم هاي الابرة. عشانها بتكون مستاجلة. منهم ولا من دكتورتهم? لا من الدكتورة نفسهم. اذا من الدكتورة نفسها بتكون شايفة انه وضع قائر. بتكون شايفة ان المريضة بج قدرة تتحمل الدوق اللي هي فيها ولا الاستفراغ. بتكون شايفة ان الاستفراغ ممكن ان يقدي من كتر ما يشد حالها وهي تستفرق نخسر الجنين. او يلف الحبر السري على الجنين. فهي بتكون شايفة لأنه بتكون عندها فحوصات بتكون عندها يعني شايفة البيبي كيف وضعيته لما الان تجي بتستفرغ شايفة درجة الاستفراغ الموجودة عند الام فخلتها تكتب لها هاي الابرة بس إذا الطبيبة مش كات بهاي الابرة انتوا في الصيدلية الأفضل انتوا تعفوها الفيتامين بي سكت أحسن إشي أنا بوجهة نظري يعني حسنا دكتور حبيبتك أروا ليهنك تفضل دكتور جهات ما بارفضة مرت عليك ولا لأنه كمان اللي كلوبروم في بعض الحالات بستخدموها للاكتيشان استيميولانت كونه دوبامين أنتاجوني اللي هو بده يقلل من إفراز اللاكتيشان ينمي هو اللي بده يزيد يزيد اه هو بشتغل العكس شغل الدوبامين يعني هو دوبامين أنتاجونيس طب يقلل الدوبامين فبزيد اللاكتيشان اه هسا بما أنه دوبامين أنتاجونيس صح احتمالية كبيرة أنه الخلام اللي بنتحك صح فهو هيزيد من إفراز اللاكتيشان فبالتالي اه ممكن نستخدمه بس ما بنستخدمه أنا ما بعرف ما بحب أستخدم هاي الأشياء لا فيه شغلات أحسن هو بس أنه من ضمن ضمن الاستخدامات يعني كمان باب اه بس هو من ضمن استخداماته صح 100% هو من ضمن استخداماته بس أنا يعني بحب دائما أضني بالسيف سايد كأن كوني بصيدلية وما عندي فخصات أكيدة للمريض بحاول قد ما أقدر أضني بالسيف سايد إلي ولا المريضة وإيش يفيده بيش إنه ما يفيده حيفيد المريضة يعني طيب حنكمل آخر إشي بس تداخلات دوائية وشكرا إليك دتور جهير معلومات كثير خلوة يعني أول مرة نعرفها اليوم أه حأحكي لكم كمان إنه إذا كانت أو إذا كان الشخص اللي بدي أعطيه تركيبة الكوليكرام بتعاطى كحول الأفضل أني ما أعطيها لأنه سيصير في عنده تشنجات في الجسم بطريقة مش طبيعية وحيتوجع التير وحينأذي وحنأثر على الكبد وحنأثر على الكلا كمان إذا شخص كان بيوخد أسبرين الأفضل أنه ما نعطيه كوليكرام الميثيل دوبا والكوليكرام تمان ممنوع أو نصص ما محمد كمان ضل عنا الديجوكسن الديجوكسن والكوليكرام ممنوع لأنه الكوليكرام بالعادة ممكن أنه يزيد من نبضات القلب أو يزيد من يعني أكثر إشي بيزيدوا انقباض عدلة القلب فالأفضل أنه ما نعطيه للأشخاص اللي عندهم أمراض في القلب الأشخاص اللي بيوخدوا ليكرام كمان ما ريح نعطيهم كوليكرام كمان ضل عنا كمان ضل عنا كمان ما ريح نعطيه للأشخاص اللي بيوخدوا كوليكرام حكينا الميثيل دوبا أستيرين يعني هكا أتوقع حكينا كل الديجوكسن ما ريح نعطيه تمام على هكا إحنا اليوم إن شاء الله خلصنا أول محاضرة في دورة الديجوكسن أتمنى أنك تكونوا استفدتوا وشكرا لكل الناس الذين يشاركوا وأعطونا معلومات قيمة من عندهم دكتورة سوتان دكتور نزار دكتور زهير دكتور أحمد دكتور أحمد الثاني وألوص محمد دكتورة فرح رافعي إيدها بس أنا هسا انتبهت بعتبر وكمان في عنا دكتورة حنين فشكرا لكم كلياتكم على مشاركتكم وعلى تفاعلكم اللي بدي أطلبه منكم إنه ما تنسوا تعمليننا شير على الإنستجرام بستوري لطيف تحقوا عن الفيدبات تبع المحاضرات والدورات اللي منعطيهم هذا الإشي بتاعدنا نوصل لعدد ناس أكبر وناس ثانية توفق فينا يعني إنتوا جربتونا بأكثر من دورة شفتوا معلوماتنا اتأكدتوا أن معلوماتنا الحمد لله رب العالمين مصادرها حقيقية ومش هيك ومن راسي بألف الحمد لله فأتمنى أنكم تدعمونا سواء على اليوتيوب على الإنستجرام أو على التليجرام وأيحدا عنده أي سؤالي إن كانوا عنده يسأل وصمتوني على أي تقصير وطبعا في عنا محاضرة بعد بكرة هذه الدورة يوم بعد يوم في عنا محاضرة بعد بكرة سنحكي فيها عن الارتجاع المريئي والأدوية اللي ممكن نستخدمها فيه وشو هي أسباب الارتجاع المريء أو الارتداد المريء لعنده أي سؤال بيمكنه إنه نسأل لكثيرا